عندنا النقامة النهاردة قامت القوات البحرية بتدشين الفرقاتة من تراز جويند محلية الصنع وتم بالفعل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تم استعراض فيه تحديات اللي قبلت عملية بناء الفرقاتة وبيبين الفيلم مدى قدرة مهندسي شركة ترسانة اسكندرية على إنجاز العمل في وقت قياسي نروح نشوف الفيلم التسجيلي ده ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبارنا نفقوا معنا استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها احتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاتة مصرية من طراز جويند والتي تم بناؤها بشركة ترسانة الاسكندرية إذانا بتجهيزها واستعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال شركة ترسانة الاسكندرية على إنجاز أول فرقاتة بأيدي مصرية وأضاف الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاتة والمواصفات الفنية التي رعي فيها استخدام كافة المعايير العالمية في مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للأمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاتة الجديدة في توقيت قياسي وقام قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب بتدشين الفرقاتة بورسعيد طراز جو ويند كما أعطى إشارة البدء في تصنيع الفرقاتة الثانية بالترسانة وخلال الاحتفال تسلامت القوات البحرية عدد إتنين لانش جديد من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إذانا بدخولهم الخدمة في القوات البحرية حضر مراسم التدشين محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندس شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية ووافد فرنسي رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسي بمصر ترجمة نانسي قنقر